هو برضو علشان نبقى واضحين قدام المشاهدين احنا بنقول ما بنقولش انه مفيش مشاكل لا في مشاكل وفي تحديات وفي صعوبات وكلنا بنواجه مشاكل كل المستويات بتواجه مشاكل في مصر كل الناس عندها مشاكل كل واحد عنده مشاكله اللي بيواجهها في حياته سواء كان بقى في التعليم في الاقتصاد في الشارع في اي حاجة كلنا عندنا مشاكل لكن طريقة مواجهتنا للمشاكل كمحبين للوطن اكيد بتختلف كتير قوي عن مواجهة اي واحد خاين او عميل يعني لما واحد يكون عنده حيثيات معينة او عنده شكوى معينة ما يصح شهرة ببرة ويطلقها على الفيسبوك لو عندك الحق وتمتلك المستندات وعندك حقيقة عايز تقولها ما تتقدم للمسؤولين في الدولة بيها انا كان نفسي يقول انها رحت بلغت واشتكيت وصدر حكمه ما تنفس يا استاذة بالعرق معلش عفل احنا الناس كبار وقاشنا وشوفنا بعد اذن حاطتك كان هناك مرتع خصب للفساد والمفسدين بيرتعوا وينهبوا اموال الشعب النهاردة لما تمسكت بقيادة حكيمة والقوات المسلحة فيها يبتدى في حساب شوف النهاردة اي مشروع من نورال اللي بتعمل ده النهاردة بتجد ان في عمالة شغالة من صباحة ربنا غير دلوقتي وانا جاء دوريات على طول دوريات شغالة لانا قوات المسلحة حاسمة هنستلم يوم كذا كذا هتاخد فلوسك كذا كذا فيه يعني ضبط وربط وحاسم هم مش واغدين على كده فالناس دي عاوزة تاخد فلوس وما تشتغلش ده خلص وزا ما قال الرئيس كله هيتحاسب انا بقول لحديك احنا مطالبين تمام مهم جدا بتوعية مجتمعية اعلامية مهمة جدا فحسازا حضرتك انا حطيت بعض المحاور اللي احنا يجب احنا كدولة وكمجتمع وكاعلام وبناشط حضرتك ان احنا والمواطنين ان احنا ناخد بالنا منها نمرة واحد بالنسبة لما يبس بالنسبة لما يبس من كليبات وبستات من المعارضة مش معارضة زم انت حالك بتقول الوقت احنا ممكن نعارض ازمة كذا ازمة كذا بس الوطن لا فوق الجميع كلنا بنقول اراءنا ايه المشكلة كلنا وهو بنقول اراءنا وانا واكلم عن انا انا راجل لمسؤول في دولة ولا حاجة انا راجل عايش وشايف عن تجربة فلابد من تجاه والتم لكل هذه البستات وعدم تشيرها او الكومنت عليها او لايك او 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 عشان نقلل نسبة مشاهدتها ولكنها نسبة المشاهدة زي ما بقولك مش اكيد عليها بحي المشكلة مش احنا اللي بنعمل شير واللجان الالكترونية هي اللي بتنشرها يعني مع البحث وراء اي شائعة بنجد انه في لجان هي المسؤولة عن نشرها وبسها بعدد ما هون شك شك ولكن شك تاني بعض المواطنين للأسف الشديد بيقوموا بالتشير او لو مش هشير بيتأثر بما يشير فزير فده اللي بنقوله ما تسمعش ما تسمعش الكلام ده عشان برضو ايه الزن على الودان او مر مسيح زي ما بنقول ما تسمعش الكلام خليك اسمع انجازات العظيمة لك نمرة اتنين يا سيدي ما احنا بتاكسر من بس البستات والكليبات اللي بتزهر التقدم اللي احنا وصلنا له الحياة اللي احنا وصلنا لها مهما كانت ازمات انما قدام العالم كله لابد ان احنا نكون يعني اكسر اشرق اللي دي مهمة او بقى لابد ان احنا ندرك زي ما قلت الحك في طبيعة العصر ده المناهج التعليمية عشان نطلع اجيال بقى ولدنا الصغارين والشباب والجيل دلوقتي اللي هم عماد المستقبل اطفال اليوم هم شباب الغد وشباب اليوم هو رجال مستقبل صح كده شباب من الجنسين لابد من تضمين المناهج التعليمية لمادة اساسية مادة اساسية في المدرسة والجامعة للتبصير والتعريف باختار وتهديدات شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وكيفية حماية حساباتك الخاصة تمام وحماية افكارك ومعتقداتك من اي هجومات كارسية نمر الثلاثة لابد ان تتواجد بكثرة وبكوة الاجهزة الاعلامية على شبكة الانترنت ومواقع التواصل ما انا قلتلك المواطن النهاردة خلاص يعني النهاردة حركة تلفزيون حد النهاردة يقوم يقدر يغير القناة بايده ويغير كلام من ده يعني انا قدر اقوم النهاردة تقول لي غيرك انا ولا بالريموت مش بالريموت لو تقولي النهاردة اقوم غير باليدك بصباحك وكلام ده 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 متخلف الناس خلاص عوزة المعلومة توصل لها غيرت عندها لازم انا اوصل اجهزة اعلام للمواطن معلش اوصل للمواطن وعندي الوسيلة و 48% من المتصلين مع الاعلام من خلال السوشيال ميدي يعني حضرتك تقصد انه الاعلام يقوم بدور الرد طبعا طبعا ده بيحصل من خلال المجلس المركز الاعلامي في مجلس الوزراء لما بيعمل حقائق وشائعات ضعيف جدا انا بشوفه ضعيف جدا بس لازم ايه حضرتك انت الديني يعني انا باكترح حاجة ليه ما زي في بعض الدول العربية ما فيه هيئة هيئة مكافحة الشائعات هيئة او مجلس لمكافحة المجلس ده دوره بس انه ينفي الشائعة ولا دوره ايه هذا المجلس ممثل ومشكل من جميع من متخصصين ومسؤولين لوهم سلطة اتخاذ كرات من كافة اجهزة ومؤسسات الدولة احنا عاديين النهاردة طلعت شائعة بكذا صح كده بينابحثها يا محمد شفتك بيعمل اتصالات ببتاعته بتاعة لا حقيقة اجهزة صح مش هتاخد وقت لاننازم بقولك فيمته شائعة انا لو اطلقت الشائعة النهاردة ان انا قاعد مع حضرتك وحصل كذا وكذا هتنتشر في العالم في اللحظة الفيمته شائعة ان ما كانش فيه رد سريع رد سريع انا بقول لي امانة بالرغم ان حدث من اعلام ولكن الرد الرئيس برغم ان فيه بعض الناس بتقول ما كانش برضه يرد لا الرد اثلج صدور المواطنين لكن برضه زي ما حاك بتقول يعني عندنا المركز الاعلامي بيرد في حقائق وشائعات بيقول الشائعة والرد بتاعها ايه من قبل المؤسسة اللي عليها الشائعة وبينشر وما الى ذلك لكن نسبة انتشار الرد او النفي ما بيكونش في نفس نسبة انتشار الشائعة ليه هم ليهم تواجدوا اكثر وانا لما ايه معي افوا انا قلت ايه المركز الاعلامي لدعم اتخاذ القرارة ودعم اتخاذ القرارة المجلس الوزراء تمام دعم اتخاذ القرارة مجلس الوزراء نزل معاته ودعم اتخاذ القرارة يعني برضه فيها رسمية مش كده فيها شبه رسمية شوي لا انا عاوز ايه انا عاوز اديله الحقيقة الحقيقة بتاعته وانفي الشائعة باسلوب حلو باسلوب حلو واسلوب عقلاني وفكر وتواجه جواب معاه وما زهقوش مش النهاردة فيه شركات دعاية وإعلام جامدة جدا وتطورت جامد جدا وبيقدر يخليك ده أنا حقول لك عليك حاجة مهمة يقدر يخليك تتبعي أو تروح تشتري السلعة دي النهاردة حضرتك هو النهاردة مش شفنا كثير من الداتا بتاعت الفيسبوك كابت تتسرق وتشتريها شركات إعلام جامدة جدا ده ليه بقى حضرتك أنا كمحمود خدت الداتا بتاعت حضرتك دخلت الأكاونت بتاعتك عرفت البص واللينكس والفرينز عرفت الكريتيريا بتاعتك شكلها صح كده اهتماماتي وبحب إيه وبتقري إيه وبتحب يتفضلي إيه رياضتك إيه فنك إيه ابتديت أدخلك من المدخل دوت صح إنت خدي على الفيسبوك كده ابعتي رسالة أو إيميل أو أي حد أنا بدور على العربية كذا كذا هتلاقي مليون إيميل جال الناس بتستغرب أنه حتى لما تبقى بتتناقش مع أصدقائها عن موضوع معين تبوث لايه الإعلانات الخاصة بنفس الموضوع على الفيسبوك فالنهارده النهارده احنا بوث يا أستاذ احنا في عصر المعلومات المعلومات النهارده السلعة الوحيدة التي لا تنضب لا تنضب والتي تزداد قيمتها بقصة الاستهلاك البترول والدهب خلاص رحت عليهم البترول بيخلص مش كده وبيتحرق ما بيتعوضش تاني أو بيجي تاني الدهب كذلك بيقدم أو مش عارف إيه كل ما بتستهلكيه بيقل إنما المعلومة بقى بيحصل لها فيدباك المعلومة كل ما تستخدميها تطلع معلومة جدا فالمعلومة كل ما تستعملي فيدباك للمعلومة تطلع نتائج أحسن وهي أساس ومحور بحوص العمليات وهي أساس القوة النهارده يعني النهارده حاليك لما تقولي لي أمريكا ولا روسيا بيتفوقها لبعض فيه في معلومات هم النهارده الصين وقفالهم ليه لأنني سيت عاملة يعني الان فيسبوك بتاعها مش كده عاملة الفيسبوك بتاعها وكانوا هجموها بهواي وهاوا ما عارفوش لأن عندها النهار عندها المعلومة فالمعلومات النهارده هي محور ارتكاز لتقدم الدول